في مقابلة لي معه للغد العربي قال محمد خير الله وهو رئيس بلدية بروسبيكت في ولاية نيوجرزي الأمريكية طبعا هو سوري حلب الأصل الجالية السورية في الولايات المتحدة تلعب دور فاعل في دعم الجهود الإغاثية للمنكوبين من السوريين بالإضافة إلى نشاطها السياسي محمد خير الله طبعا ذهب لسوريا عدة مرات وأجريت معه هذا اللقاء في واشنطن نتابعه معا ثم نعود لقاءنا اليوم مع السوري محمد خير الله وهو رئيس بلدية في ولاية نيوجرزي الأمريكية أهلا ومرحبا بك سيد محمد شكرا لتلبيتك هذه الدعوة أهلا وسهلا الله يسلم سيد محمد أولا قبل أن أتي على نشاطك الإغاثي في سوريا كبريف سريع عنك أنت من وين أنا أصلا من حلب موليد حلب وطلعنا من حلب الثمانين رحنا على السعودية وبالواحد التسعين رحنا على أمريكا أين صليك هون؟ صلي هون تقريبا 24 سنة منذ متى أنت رئيس بلدية في نيجازي؟ من عشر سنين كيف كنشاط سياسي أنت منتمي لحزب أم لا؟ منتمي لحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما؟ الذي ينتمي إليه أوباما؟ نعم بالـ 2001 رشحت حالي لعضو مجلس بلدية والحمد لله نجحت وبالـ 2005 العمدة التي كان قبله استقال أخذت محله وهلأ بعد ثالث حملة انتخابات ثالث مرة ننجح للانتخابات بالنسبة لعمدة نعم ولكن على فكرة وجودك دلات المتحدة لم يؤثر على الجؤد الحلبية لا خيومة لكن الحلبية واضح الحكي الحلبية الله يرضى عليك طيب أنت ترح سوريا أو لا؟ نعم كم مرة رحت؟ أنا طبعا بعدما طلعنا من سوريا ما حسنا أن نرجع لـ 93 وزرت بعدين عدة مرات بأخرها بالـ 2010 كإجازة لكن من لما بدت الثورة بدأت في 2012 أنزل بحملات إغاثية ومن 2012 إلى 2014 أنزلت ست مرات بحملات إغاثية لا يعني ما أنه البلات المتحدة الأمريكية في حرب في سوريا وكذا جوا يعني لا تتعرض أنه بسبب لك أشكال ذهبك لسوريا ورجوعك هنا أو لا؟ لا أنا حملاتي جدا جدا معلنة يعني موجودة على السوشل ميديا مثل ما بسموها على الفيسبوك على تويتر بحط فيديوهات على البحر يعني ما عندك شيء جدا يعني حتى بقول لهم ما عندنا أي شيء مخبّين ونحن المبالغ اللي بنجمعها فيها كشوفات وفيها فواتير وكل المشاريع من نسويها من نسوي لفيديوهات طيب منيح توثيق يعني نعم شو الإطار اللي بتشتغل فيه أستاذ محمد؟ هالله بالأول هالله أنا بشتغل مع وطن أميركا أو هون وطن يو اس اي اللي هو منفصل عن وطن نظومة وطن هاي اللي بسوريا نعم نعم منفصلة أو منفصلته مش عارف هو قانونيا لما تسجلنا هون صار انه اضطرينا انه رسميا ما منحسن ننتمي إليهم ما منحسن ننتمي لأي منظمة غير أميركية لكن يعني نحن نحب إن شاء الله في المستقبل ممكن نسوي بيناتنا وبيناتهم اتفاقات رسمية نشتغل معهم معك متل ما منشتغل مع أي منظمة تانية غير أمريكية ما نوع الدعم الإغاثي الذي تقدمونه للسوريين الدعم بدي كدعم مواد غزائية لكن بحكم أنه طولت السورة وما بدنا المجتمع السوري يكون مجتمع يعتمد على الإغاثة بدينا مشاريع تنموية بدينا مثلا هللا عم ندعم مدارس عم ندعم مستشفيات عم ندعم دار عجزة فآخر نزلة إلي لما نزلت على حلب كان في مستشفع بيبنوها تحت الأرض حاليا فعطيناهم دعم مشان البناء المرحلة الثانية أنه بدنا نسوي لهم حملة جمع تبرعات مشان تجهيز وإن شاء الله بنسوي لهم افتتاح قريب مدرسة عين جالوت الكلب يعرف عنها وعن اللي صار فيها انضربت بصاروخين فراغية واستشهد حوالي عشرين طالب وثلاثة أسادة هذه كمان صارت تحت الأرض تحت مبنى فعملنانا زيارة وإن شاء الله رح نعمل لها دعم كمان زرنا دار عجزة لأخواتنا الأرمن المسيحيين ودعمناها في عنا مدرسة ومشغل ندعمه بالريحانية بتركيا دعمنا بالزيارة الماضية كمان ما زوت للمدارس بريف حلب فكل زيارة حسب الاحتياجات وعن نحاول أن ندعم مشاريع سابتة دائما نسوي لدعم في عنا نقطة طبية بيشتغلوا فيها فقط نساء اللي هي المشغل سمعت عنها المشغل الريحانية تقصد بس في نقطة طبية في حلب هاي كمان مندعمها الأخوات اللي بيشتغلوا فيها كلهم متطوعات لا يعني هلأ أنت صاحب منصب بمنظومة وفن أيضا نعم يعني مع الفريق نعم طيب أنت من يدعمكم ماليا نحن يدعمنا ماليا الناس هنا سواء حملاتنا كلها بتصير على الانترنت بشكل عام يعني ليه يوجد دعم حكومي أمريكي وزارة خارجية حاليا لا لأن اسمعت أنا كثير تدعم الولايات المتحدة تدعم كثير من المنظمات التي تحت شعار العمل الإغاثي نحن حاليا بحكم أن صار شغلنا رسمي بحق لنا مثلا نروح على الأمم المتحدة ونروح على الدول لكن ما شتغلنا بهذا الشغل نعم نشتغل شغل خاص نجمع من الأخوة السوريين وحتى في أمريكان كثير بيعطونا وحتى بحكم أنه منسوي حملاتنا على الانترنت بيجينا تبرعات حتى من برات أمريكا من جميع أنحاء العالم بيجينا تبرعات هل هناك تفاعل سوري؟ يعني رجال الأعمال السوريين كثير في الولايات المتحدة الأمريكية هنا ونحن في واشنطن الآن وشفنا أكثر عدد كبير منهم لكن هو فيه دعم نسمعت منه كحتيت ما يتفاوه لا والله الله يعطيهم العافية يعني اللي صاير ومش الأمان يعني ما نظلمها أحد يعني أقصد أنه هناك انطباع عام يعني رجال الأعمال السوريين ما كثير يعني يعني أد إيدك يعني متلا بيقول لا هو الأعطاء العام هو أد إيدك متلا بيقول الأعطاء العام خفش شوي بس ليش؟ لأن أغلب هدولة أهاليهم صاروا برات سورية فصاروا ديئ مضطرين يدعموهم لكن أظن رجال الأعمال حسب حكية معهم أغلبهم عم يتوجهوا بنفس الاتجاه اللي نحن نتوجه عليه أنه أعطونا مشاريع ما بدنا يتعلم الشعب السوري عش حادة بدنا نفتح لهم مشاريع أنه يصير شعب متواكل مستهلك يعني دائما أنه أين اللغاثة أين اللغاثة هذا الأمر أنت بتهتم أكثر بشأن اللغاثة يعني مثلا مثلا سوريا الغذائية وشأن هذا قبيل ولا لا جانب التعليم ورعاية هالجيل الكامل المغيب المدمر يعني نحن حاليا نتجه بالناحية التعليم والطبابة والبناء المراكز الصحية والمدارس لكن طبعا أحيانا في مناطق تحتاج لإغاثة غذائية يعني هلا عاملين حملة لمخيم اليرموك عاملين حملة حليب هاي حملات طيب هاي مخيم نرموك كيف تفوتوا لغاثة وهو محاصر كيف هالله في طرق طبعا تجار أزمات ممكن نعم نعم في طرق لتوصل المواد لكن طبعا بسعر أعلى بكثير مثل ما أنه أوصل مادة لحلب أو لريف إدلب آه طبعا الآن هناك بجنوب دمشق الوضع كثير صعب يعني وسعر ربما مثلا تروح أنت الشمال السوري تجد مثلا سعر كيلو اللحمة مثلا ألف ليرا سوري أو ثلاثة ليرا سوري اللي هو لكن في دمشق أو في جنوب دمشق ربما يصل إلى عاشرة ألاف يعني فرق بون شاسع مثلا كيلو الرز مثلا 200 أو 300 ليرا سوري في حلب أو في إدلب أو في الشمال أو في بعض مناطق الشرق نعم بينما في جنوب دمشق يصل إلى سبعة ألاف ليرا سوري لكن هنا أنا بدي أسأل سؤال أنتوا في أمريكا ليه في منظمات كثيرة يعني هلأ ليه ما بتتحدى مثلا منظمة واحدة من أفضل هذا العمل هذا العشوائي أنه منظمة هون منظمة هون منظمة هون لماذا لا ينصب الجهد حول نظمة واحدة هل هي ظاهرة صحية هذا التفرق أو لا جدا صحية أنا بقول لك أنه جدا صحية أولا أمريكا مساحة كبيرة يعني إذا بدي أسافر بالسيارة من شرق أمريكا لغربة بدي ثلاث تيام يعني بلد ضخمة فجغرافيا مستحيل أنه الناس كلها تشتغل تحت منظمة واحدة السبب الأساسي أنه كان فيه منظمات كثير طبعا أنه نحن كنا دائما متفرقين لكن من لاي أنه حاليا هو شغلة صحية أولا المنافسة أحيانا تؤدي إلى جودة الإنتاج أنه أنا إذا منظمة واحدة مسيطرة على الأمور ممكن تتحكم بكل شي وتتكاسل لكن نحن هناك منظمة ألف ضد منظمة باع نحن نقدي بأداء كويس لكي يجينا نحن الدعم طيب فأظن تواجد منظمات كثير صحيحة ما نخاف نخاف من التحزب مثلا أن منظمة والله ممكن مثلا لا تدير بالها إلا على الإسلاميين مثلا منظمة لا تدير بالها إلا على جماعة مثلا الدعاة الدولة المدنية وشيء من هذا القيون تعرف مشارب السوريين هذا الخوف يعني أنه مثلا هذول من دير بالن عليهم هذول من دير بالن عليهم فيصبح الأمر خيار وفقوس كما يقول السوريون فهذا ممكن يأثر يعني صير معكم هذا الأمر أو لا ممكن وفي منظمات تتهم بدعم مناطق معينة صح مناطقية أو كذلك منظمات جماعات معينة لكن من الطرف الثاني في ناس يحبوا يدعموا مناطق معينة أو جهات معينة فكل منظمة هي حسب شلون بتلاقي الجو وبصير هي المناطقية أحيانا بتكون كويسة وأحيانا بتكون مش كويسة يعني مثلا أنه مثلا مناطق مثلا بيقول لك مثلا نحن الشوام مثلا نحب ندير برنا عريف دمشق نحن حالبي نحن حالبي نحن بحب دير برنا على لأنهني أدرا في مين يحتاج أكثر وربما في ناس لأنه صار التبرع بالعمل الإغاثي غير موثوق أحيانا مثلا لبعض المنظمات فبيقول لك لا أنا أتبرع بشكل مباشر وحب أشوف التوثيق أثر عليكم على المنظمات قضية أنه تتهم بغير الموثوقية قد لا يصل هذا الدعم المالي ما في توثيق أثر عليكم أو لا بشكل عام نحن لا عموما عموما نعم بس عموما فيه كثير لكن نحن بنبدأ بنشتغل بمبدأ وقل عمله فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون إنه اللي بيشتغل كويس رح يجي نعم ما بدنا نحرف الآية لكم والأمريكان أيضا لا لنكوكم في الأمري في الولايات المتحدة كل شيء كشوفات تكشف عليه طبعا لأن قضية على التحويل مثلا إذا واحد حول لك فلوس أو كذا إرهاب وما إرهاب كثير يعني كثير من السوريين أنا شفتهم بواشنطن يجدونها صعوبة أنه مثلا واحد بيحول لواحد ثاني في أمريكا فبيقول له أنا خايف أن تكون أنت مراقب أو كذا لم تعرف الحرب على الإرهاب هذه مشكلة أثرت عليكم قضية الحرب على الإرهاب أنه قضية التبرعات وكذا الله نحن من طرفنا لأنني كل شي منوثق ومتمقل يعني حتى الفاتورة لما بنزل على حلب أو إدلب يوم اللي بصرف بالدولار بكتب على الفاتورة شأن كانت سعر الصرف يومها لهذه الدرجة أنا فكرت على الثقة شغل شباب لا أخي ما فيه طيب أريد أن أسألك على نقطة قبل أن نختم معها شو أكثر موقف هك أثر لما حكي لهذه قصة لما دخلت داخل السوري في الشمال أو الوسط شو أكثر موقف أثر فيك آخ محمد هو أكثر موقف أثر لما بتشوف الأطفال وفيه قصة أحد الطفلة زرتها في أحد المستشفيات يعني متى ما شايف بديت فالمسكينة كانت عاب تلعب مع وحدة قريبتها ونزلت عليهم قزيفة ورأيبتها مات توفت رحمة الله عليها وهي نجيت لما شفتها في المستشفى وهي كانت في أول زيارة فمن وقتها حسيت أنه لازم أكمل يعني إش ما كانت ظروف لازم ألاقي سبب والموارد لأحسن أنزل فالآن بنزل مرتين أو ثلاثة بالسنة بس يعني صارت مثل شغلة أنا بحتاجها مثل ما هنين بحتاجها أنا أراك تمسك دمعتك يعني نعم نعم يعني اهتمامك أكثر شيء بالأطفال يعني بتشوف الأطفال هكذا نشوف ربما الآن صور يعني مشاركاتكم مع الأطفال لبس تعليم كذا أنت أمامك في شمال السوري يعني الطفل عمره 9 سنوات 10 سنوات 11 عام لا يعرف يقرأ لا يعرف يكتب نعم جيل كامل يعني أنت أمامك كارثة كبيرة صحيح الوضع الأمني أثر عليكم ورد داخل السوري بعد ما صارت المواجهات ما بين الإسلاميين والجيش الحر وكذا أنا بشكل عام يعني بدخل ومع شباب بعرفهم من جوه وهم يعرفوا وين لازم نروح وين ما لازم نروح يعني لا تخشون من الخطف أو كذا أو كون أمريكان يعني أنتم ضلوا أمريكان طبعا الخطر دائما موجود لكن نحن بنأخذ الحذر وعمليا ما منتدخل بهالأمور ما منتدخل بالأمور العسكرية أو الانتماءات لكن ندعو الله سبحانه وتعالى أنه يحمينا بالأخير نحن كمان عنا عائلات وعنا أولاد فنأخذ الحذر بس هذا هو كيف أحنا هذا اللي نحسن عليه شكرا نزيل لكم محمد خير الله رئيس بلدية في ولاية نيوجرزي نذهب لفاصل قصية ثم نتابع معكم المنبر سوري مع تقارير بعدين لمشاركاتكم وتعليقاتكم ففيها الكثير أرجو أن تفضلوا بالبقاء معنا ترجمة نانسي قنقر